السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن والمغربة الحرارة لما يفوتوا عار لكني هذه حكاية من حكاية الزمان يا رجال وكان عودوا للتاريخ انتع بكري كيفاش كانوا الوليدين عايشوا وكيفاش كانوا جدودنا عايشين وكيفاش كانت القبائل عايشة وكيفاش كانت الناس متناعراء شوف نعطيكم واحد المثال بكريكات من اللي جي لاللالغلمة مدرسة تحلب هذه ربما بقوا شي يعرفوها كانت لاللالغلمة جي مدرسة تحلب يعرضو لها النساء بالقنة بشتاد يدرسوها ويحلبوها في القنة كان اللي ما يعرفش القنة يقول لك القنة هي رأية القنية لا القنة مخدومة بالحلفة يحلبو فيها النساء كان الكسكاس بالحلفة الطبق بالحلفة القنة بالحلفة كل شي مخدوم غير من الحلفة شوف سبحان الله هنا كانوا المهاية متناعرين كان القبائل غادي يذكرهم لك في القصيدة كل قبيلة والسمية ينتاحها علاش المهاية خمس خمس كانوا بكري والدينا نحن باقي صغور كانوا يمشيوا للسوق نتاتيوا لي حاطين الخيام العائلة بيناتهم بساهم اللي يسوق وواحد يجيب جاج واحد يجيب غلام والخير احنا ما كنا قاعدوا يعني الخير كانوا يتذبحوا الناس ما كناش نديوها قابل قزارة قليل اللي يجيب الحمس بساهم ذي كل ليلة انتاح الخميس يجتمعوا عليها وتصبح الجمعة في خيمة واحد يجيب طعام واحد يجيب تشيشة واحد يجيب مرقة واحد يجيب شربة وكل واحده ما يجيب ونتعشوا في خيمة ويباتوا يذكروا بيناتهم يذكروا الله الفقارة بيناتهم كي كانت الخيام كانت الكائنة الخيمة اللي كانت يعني يخدموها بالهدم لا يعرفوا ش اللي هدموش هabouts هو الهدم بالصوف خيمة يقولوا هذا خيمة طعا الهدمة مناقضوما بالصوف كان كانت اللي كان يخدمها بالخالفة وكان اللي مايعرفش هذا الشهر فصالنا طعا الخيمة عندها شحال ماسمية عندها الداروجة عندها فم الخيمة عندها الخالفة عندها الستير عندها الثرقة عندها الركايس عند هالحيال كان لما يعرفش الحيال يعني الحيال كي يقسموه الخيمة يديروا حاجة ما بين الكوزينة والضيف يقولوا لها الحيال يقول له وروح شق الشق راه الشق فينا يديروا الشق راه الحيال ويجيوا الضيف والزربي كانوا يخرموهم النساء بالصوف والسواني كيدا يرين كيدا يرين هالسواني وكيدا يرين هاد لبراد وكيدا يرين الكيسان تعل البلار كيسان البلار اليوم ما كايني مش في الرهم يمكان غزاش وسواني كيسان هاد شعيل شعيل والناس متنعرة كانت لمراء تخدم الجلابة كانت لمراء تخدم السلهام كانت لمراء تخدم كان الراجل يدير الرزا ويدير له كلح ويدير له قرل ما يعرفوهاش اليوم كان الصباط منتاع الزقاية ما يعرفوش اليوم قليا اللي كان يدير هذا السوالح وكانت المهاية متناعرة وعيني على عينكم ما كانش اللي يفوت صاحبه وكانت لغلهم تمشي للحطبة فينا الحطبة يعني تيديو هالواحد البلاسة اللي يكون فيها ذيك الارض مالحة يعني كيقولولها الحطبة يمشيوا معاهم كانت المرة تصبح على الشكوة كان الربيع الحمد لله يمبتناه في الخيام عشر ايام خمستاشر يوم عشرين يوم وهي النوو تجبد لحتى يبقى الناس يطلبوا اللطف منين تخرج النوو يخرج تبارك الله الربيع والنوار وباللعبان والتافغة والجرجير والخبيس والبسبيس هذو كان اللي ما يرهمش اليوم نتفاهمهم زيان أنا كان فكرك بواحد التاريخ اللي كانت الرجال متناعر وكانت الرجال الكلمة كان الرجل يبشير السوق يبيع الغلم يبيع الصاحب أغيب الكلمة أفلاً وتفاهمنا الغلم الله يربح وشوف من اللي يتكمل السوق صاحب يتيم الخيمة تتغدى وديس والدك وفعلاً ذاك شي اللي كان وإلا كان مشتول يقول له ما عليك شا صاحب يحترس السوق الجاي ونتلقى ويجيب لي فلوسي شوف النية اللي كانت بكري كانت غيب الكلمة واللي عندها الكلمة عنده الإيمان واللي ما عنده كلمة ما عنده إيمان أهل العماد على الكلمة لما كاشي الكلمة ما كاشي الإيمان سبحان الله هنا الشاعر واسمه قال عن القبيلة دي اللي مهاية هالفيديو خاص بالمهاية كما قلنا الفيديو ويجيب أنت ابني قيل هالفيديو عود خاص بالمهاية علاش عجبون يوم شيت هالعامل لوعداء وليجيت الناس يعني ديره واحد الشي كبير والخير انت أصيدي ربي يكون بيدي كله برجلية كله ناس متناعرة وعاهد واحد وكلمة واحدة وحتى أولاد اليوم اللي رحمنا يضي اللي مهاية شادين في التاريخ انت أوليديهم ويجدودهم وعجبني الحال عجبني الحال بزاف لدي خمس سنين ما مشيت شانا للوعدة بسا حكي مشيت رب واحد تسمع اللي قصيدة كيدايرة يا جمس سنين من قصيدة يا حاذق الأطيار واللزاجية سبق خيلك وروح بالعزم لا تبطع عجلان وكتم سرك لا يغرك العدية بكر مع سبحان وروح يزرق الجنحان وحط رحيلك عند الناس البادية ذيك الأرض خضارها يسحر العيان ودنك الخيام فيها مبنية ذيك الأرض خضارها يسحر العيان ودنك ثم خيامها كمبنية هي لي منتها الخير يا النوار والنحلة تغنية عند الراس عندك لا توهم انت غلط في العلوان هاك جوابي يديه للعرب المهاية قولوا لهم الشيخ في الغربة حيران فراق أحبابي وحشهم سار عليا ذو المهاية حبهم ساكل لكنان وخمس خماس عيدهم لك بالكنيا أقبيلتي اشتبكى هذوك هذوك الفرسان وكسبين المول عز الكيمية واه كسبين المال أقبيلتي اشتبكى هذوك الفرسان كسبين من المول العز المشرية أولاد عبيد معي قبيلة ورس الفين يستهلوا لشكار ناس الهمية أولاد مبارك شائعين في كل مكان أولاد هلالي لا يجودوا بالنية أولاد هلال لقبيلتي واحد واحد تحياتي الأولاد مبارك واحد تحياتي الأولاد عبيد واحد تحياتي الأولاد الورسفان واحد واحد قال لي كان ذكرهم تحياتي الي هم من عند خوكم الشيخ علال الفنان انا قاع قبيلتي وقاع ابني عمي وولاد عبيد معي قبيلة ورسفان ويستهلوا الاشكار يستهلوا الشكر يستهلوا البطولة ناس الكرام وولاد عبيد معي قبيلة ورسفان ويستهلوا الشكر ناس الهمية يستهلوا الاشكار يا اخي البطال 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 يستهلوا الاشكار ناس الهمية وولاد براز معي قبيلة بن حسان وناس الجود حديثهم بالعقلية ورحمنا معا ولاد كاري لهم شانوا لحد احدا هذوك العزاز علي تحياتي لحد احدا تحياتي الرحمنا تحياتي لولاد كاري انا من نسحت واحد القبائل خمس خمس وكان شكرهم بزاف وهذه القاسيدة خاصة بالمهاية والقبائل ورحمنا ولاد كاري لهم شان ولحد احدا هذوك العزاز علي وولاد اسليم معي قبيلة بن عمران وفاسيه بالعلم ناس الكيمية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي للزمهور داخل الوطن وخارج الوطن وتحياتي للمهاية في الموكلة هذه الحلقة اللولة عن المهاية سوف يقولك اه انا ما اذكرس قبيلتي كل شيء سوف يذكر القبيلة دياله هذه الحلقة اللولة ورح نزايدين فين رح نمخلينها رح نمخلينها عند ولاد سليم وقبيلة بن عمران ومبادهان زايدين على القبائل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي للعراب في المكانه